قرار إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء جاء بناء على توصية من اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية التي خرجت بتوافق نيابي حكومي حول هذا الشأن فالقرار يأتي استمرارا لسياسة الحكومة الموقرة بخفض المصرفات وتنمية الإيرادات الحكومية ورفع الإنتاجية لكن دون المساس بمكتسبات المواطن ارتياح نيابي حكومي هذا ما خلص عليه الاجتماع الأخير بينهما قبل أن يخرج وزير الطاقة ليعلن عن تفاصيل خطة الحكومة لعادة توجيه دعم الكهرباء والماء هيئة الكهرباء والماء خرجت إلى الإعلام لتدلي بتصريحات تكشف من خلالها عن تفاصيل دعم الحكومة لهذا القطاع وما هو المردود الإيجابي من وراء هذا القرار حكومة البحرين تدعم قطاع الكهرب والماء ب350 مليون دينار سنوي عشان تغطي الفرق بين الإرادات وبين كلفة الحقيقية تقريبا ميزانية الحكومة وميزانية الهيئة 550 مليون فيجي منها 350 مليون من الحكومة والباقي من التحصيل للإرادات دعم لما قلني 350 مليون يروح دعم الكهرباء فقط حوالي 170 مليون أو 171 مليون يروح حق دعم القطاع السكني و80 مليون تقريبا يروح حق دعم القطاع الغير سكني الهيئة كشفت استتار عن ملامح هذا القرار وعن أهم استفسارات المواطنين في هذا الشأن المواطن في سكنة ما رح يتأثر كل بحريني عند حساب واحد في سكنة رح يظل الدعم كما هو رح يكون في مراعاة لكل الحالات هاي للمطلقة للأرملة للبحرين اللي عند أكثر من بيت الصفاتحان فهذه رح يعتبر كحساب واحد ما رح يعتبر كحسابات يعني يمكن الأمارات الأشخاص البحريني وممكن قد يصل الدعم الحكومي له إلى أربع حسابات حتى إذا كان مثلا أجنبي من زوج بحرينية ممكن يستفيد مثلا حساب الحساب بسم البحرينية فبالتالي يكون الحساب مدعوم والعكس كذلك اللي رح يرفع عن الدعم هو الغير بحريني وأيضا القطاع الصناعي القطاع الصناعي أيضا راعينا في القطاع الصناعي فئة معينة اللي هي فئة الشركات الصناعية الشركات الصغيرة والمتوسطة التطبيق الفعلي لأسعار التعرف الجديدة سيبدأ من الأول من مارس من العام الجاري 2016 سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين